مرحبا بكم في حلقة جديدة بالزاف ديال الناس طلبونا نهضروا على الشقيقة وهي اللي غادي نفسروا اليوم الشقيقة هي واحد المرض كيجي فيه الدران دير الراس مجهد وطويل اكتري يفجيها وحده وكتجي معه حتى الترويعة هاد المرض كيجي المراوات كتر من الرجال وكيقدر يكون مزمن الى فاتوا الاعراض 15 اليوم في الشهر الشقيقة ما عندهاش سباب بالضبط ولكن كيطلع النسبة دير المرض عند المراوات خصوصا في الوقت ديال الغاقل الناس اللي عندهم شقيقة في العائلة الناس اللي كيكتروا من الدواء دير الحريق وعاد الناس اللي عايشين في سترس بحال ديما باش نفهموا الاعراض اجي نفهموا شنو كيطراف الجسم دير الناس اللي فيهم شقيقة شقيقة بقاع الاسباب ديالها كيبدو بخلال دير السينيال في الجداء دير الدماغ لتخون سيغيب غال كيهيجو الخلايا يدقى وحده او كياترو على العروقة وحد العصب كينفلوجه سميتو لوني قد تخيجي مو وهاتش علاش كيبدو الرأس كيزدح وموره ها كيتفاول خلايا ديال الدماغ واتش علاش كيجي الدخاء مشاكل في النظار وتنمال ديال للدين دابا اجي ندوزو المراحل اللي كييدوزو على المراد اول وحدة كتبدو بين ساعتين ويومين قبل من دران ديال الرأس كجي عن 60% ديال المراد في هذه المرحلة كيتبدل المزاج والكرش كتبدل ما بين السهلة والقبض مورها كتجي مرحلة ديال اللغة وهدي كتقيت 15 مئة ديال المراد وما كتفوت ساعة اللغة هي واحد الأحاسيس كيجي وقبل من الشقيقة ومنهم تنمال الدوخة حفرة أولاد واو في النظر وتصفار في الودنين مورها هاد اللغة كتجي مرحلة ديال حريق الرأس وفي الأغلبية كتجي في جهة وحدة وكيتزاد الصداع في الراس بشوية بشوية حتى كيوصل الجهة دياله على طول ربعة حتى لتنين وسبعين ساعة وكيجيوا معاه الترويعة الرداء الدوخة وكيولي المريض كيضروا أي صوت الضوء أو للريحة أو هاتشي علاشي وحدين كيبدوا يقلبوا على بيت مضلان وما فيه الصداع ومور صداع الراس كتجي مرحلة أخرى اللي كيحس فيها المريض أنه عيان بزاف ودايخ إلا شكيتوا في الشقيقة كان نصحكم تشوفوا الطبيب ديال الرأس وباش يدير تشخيص دياله غادي سيقول أسئلة مهمين على الدران ديال الرأس ويقدر إعطي التحاليل ديال الدم وسكانير أو للراديو الكبير على حساب الحالة ديال المريض مني كيتحط دياغنوستيك كييعطي الطبيب الدواء اللي مناسب كين دوايات اللي كيحبسو الشقيقة وكين دوايات اللي ما كيخليوهاش تجي والمريض خصو إبعادة لأي حاجة كتجيب لي الدران ديال الرأس حيتي إلا قدر إبعادة لهم غادي قدر يتحكم في الشقيقة دياله في فابور تقريبا 40% ديال الحالة ديال الشقيقة ما كيتجاوبوش مع الدوا وإلا فات الدران ديال الرأس تلتيام كيخص المريض يمشي لمساجلات باش تم يحاولوا يتحكموا فيها كنشكركم على تتبعكم الحلقة وما تنسوش تابونا وتابعونا في فيسبوك وإنستغرام وخليولينا كومنتر التحت إلا عندكم شي سؤال أو الاقتراح